لمثل هذه المواقف خلق الصمت أبلغ لسان وأعدل حسيب وما للمرء إذ تكلم ما له أن يقول أينوح على القتلى أو يرثي ضمائر القاتلين هذه صورة الموت هنا ورائحته مستشفى ترهون العام بعد هروب ميليشيا الكاني من المدينة جثث في كل مكان في حجر عادية غير مكيفة وفي الممرات وخارج الثلاجات أصابها التعف والانتفاخ أي أن الجثث مرمية هنا منذ أسابيع وللميت إكرامه بالدفن على الأقل أكثر من مائة جثث وجدها فريق البحث والتقص بمركز الطب الميداني والدعم بمستشفى ترهون العام 37 جثث وجدت داخل حاوية بالمستشفى نقلت لمدينة مصر تتم التعرف على 11 شخص منهم فقط و37 جثث أخرى موجودة بدار الرحمة بالمستشفى نفسه تم نقلها عن طريق جهاز الإسعاف والطوارئ إلى دار الرحمة بمستشفى ترابلس الجامعي والحوادث بسليم بالإضافة لعشرة جثامين سلمت إلى ذويهم مباشرة من مستشفى ترهون بعد تعرفهم عليهم ولزالت 17 جثمانا بمستشفى ترهون تجري عملية نقلهم إلى دار الرحمة بمستشفى ترابلس الجامعي هناك تنتظر الأمهات أمام دار الرحمة خروج نبأ التعرف على جثامين أبنائهن الواحدة تلو الأخرى حين تتخطى الأقدار وقع خبر الموت إلى طمع في التعرف على الجثة لا أكثر لو تدرين يا أمنا كم يخجل الموت منك وكم يحزن الصبر لصبرك ويا أمه عذري خجل المعزين ففيك اجتمعت كل الأرض صبرا وبك حجة الله أمام الخلق أجمعين ويا ظالمين ويلكم من عسر الحساب يوم تلقى هذه الأم فلذتها ويوم يجمع الله الأولين بالآخرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة